سيد مسلم تعتقدون أن تركيا جادة في استهداف تنظيم الدولة الإسلامية؟ لدينا شكوكنا طبعا قالت أنا ضد الإرهاب جميعا أرادت أن تصنف الفصائل التي تعاديها هي أن تضعها على صف واحد مع داعش يعني أحزاب هناك أحزاب يسارية كانت تنشط داخل تركيا وهناك حزب العمال الكردستاني الذي كان طبعا لدى تركيا كان ضمن قائمة الإرهاب هي تحاول أن تضعها كلها في قائمة واحدة